الكتاب الذي بين يدي هو معاني الأخبار لشيخنا الصدوق وطبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة 94 الباب الذي عنوانه معنى بسم الله الرحمن الرحيم أذهب إلى الحديث الثاني بسنده عن صفوان ابن يحيا وهو شخصية معروفة في جموع أصحاب أهل البيت عن صفوان ابن يحيا عن من حدثه عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه أنه سئل عن بسم الله الرحمن الرحيم سؤال وجه إلى الإمام الصادق عن بسم الله الرحمن الرحيم فقال ألباء بهاء الله والسين سناء الله والميم ملك الله هذا أفق من آفاق تفسيرهم نحن لا نتحدث هنا عن معاني لغوية إننا نتحدث في اتجاه آخر القرآن قرآنه فهل هو قرآن ابن أبي قحافة القرآن قرآنه هذا قرآن محمد وآل محمد هل هو قرآن ابن أبي سفيان أم هو قرآن الدوانيقي القرآن قرآنهم حتى يفسره لنا في تفسيره التبيان نقلا عن كل ناصبي قذر القرآن قرآنهم وهم قالوا في منهجهم التفسيري من أن القرآن له مطالع له مجاري وهذه المطالع والمجاري تخرج عن قواعد اللغة وتذهب في اتجاهات أخرى بحسب أسرار علومهم ومعارفهم على أي حال الحديث ليس عن منهجهم التفسيري ولا أريد الحديث عن تفاصيل الرواية إنما سأذهب بكم إلى جهة واضحة تصب في نفس المجرى الذي صبت فيه كل المعطيات من بداية الحلقة إلى هذه اللحظة إنني أريد أن أأخذكم باتجاهي أن ثقافة العترة واضحة في أن الاعتقاد بهم شأن من شؤون التوحيد ركن من أركان عقيدتنا التوحيدية مثل ما مر علينا في أن معرفة الإمام هي معرفة الله ومر علينا في أن الله أطلق في القرآن على الإمام المعصوم سأأخذكم إلى معنى نفس هذا الاسم الله صفوان ابن يحيى عن من حدثه عن إمامنا الصادق أنه سئل عن بسم الله الرحمن الرحيم فقال الباء بهاء الله والسين سناء الله والميم ملك الله قال قلت الله فقد فسرت لي يا ابن رسول الله باسم الباء بهاء الله والسين سناء الله والميم ملك الله تذكروا ماذا مر علينا في الحديث الذي قرأناه في الحلقة الماضية من أن الإسم المكنون الأعظم يختفي وراء البسملة وراء الأسماء الثلاثة وراء الله الرحمن الرحيم ومن أن البسملة أقرب إلى الإسم الأعظم من ناظر العين إلى بياضها من سواد العين إلى بياضها مر هذا الكلام علينا الحديث مترابط متناسق متسق نحن في أجواء محمد وآل محمد فهل تتوقعون أن فوضى ستكون فيما بيننا نحن في أجواء الحكمة ما بين قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم بعيدا عن قذارات سقيفة بني ساعدة وبعيدا عن مزابلي سقيفة بني مرجعية بني نجاف بني طوسي قال قلت الله بعد أن بيّن الإمام من أن الباء بهاء الله والسينة سناء الله والميمة ملك الله وهي رموز تشير إلى الإسم الذي اختفى وراء الأسماء الظاهرة المتجلية من الكلمة التامة من الحقيقة المحمدية كما مر علينا في حلقة يوم أمس قال قلت الله قال الألف أتمنى أن تلتفت إلى ما يقول إمامنا الصادق إنه يتحدث عن مضمون معنى الله في لغتهم لا أتحدث عن اللغة العربية أتحدث عن لغة العقيدة هناك لغة خاصة بالعقيدة هي معاريض القول هي لحن القول فماذا يقول لنا صادق العترة في بيان معنى الله بحسب لغة العقيدة بحسب لغة العرب بيّنوا لنا معنى الله هنا الإمام يبين لنا معنى الله ليس بحسب لغة اللسان بحسب لغة العقول بحسب لغة القلوب إنها لغة العقيدة كان سلمان محدثاً محدثاً عن إمامه فهل التحديث بالكلام؟ التحديث تواصل غيبي بإشارات غيبية بلغة غيبية هذا مصداق تقريبي للغة الغيبية التي تصل إلى المحدثين من شيعتهم أما هم لا نعرف لغتهم قلت الله قال الألف آلاء الله على خلقه من النعم بولايتنا وفي نسخة من النعيم بولايتنا المعنى واحد هم أولياء النعم هكذا نسلم عليهم في الزيارة الجامعة الكبيرة قلت الله قال الألف الألف من هذه اللفظة الله الألف تعرفون كم أنتم بعيدون عن لغة العقيدة وعن لغة الحقيقة في ثقافة العترة عرفتم الآن حينما أصر دائما على وجود تشيعين هناك تشيع للحجة ابن الحسن هذه ثماره وهناك تشيع لسرابيت النجف الذين يصفهم الإمام الحجة بالسباريت والسباريت بلغتنا ولهجتنا الشعبية العراقية السرابيت فهناك تشيع سبروتي إنه تشيع سرابيت النجف وهناك تشيع زهرائي إنه التشيع للحجة ابن الحسن قارنوا بين من يدعي وهو أنا ماثل أمامكم أدعي التشيع للحجة ابن الحسن إذا قبلني وبين الذين يتحدثون كذبا باسمه وتشيعهم هو تشيع السرابيت قارنوا بين هذا التشيع الذي يعرض في هذه الشاشة وبين التشيع الذي يعرض في شاشاتهم قارنوا قوموا بعملية مقارنة حتى تعرف الفارق الحقيقية بين هذين التشيع قال قلت الله ما معناها قال الألف آلاء الله على خلقه من النعم بولايتنا واللام إلزام الله خلقه ولايتنا قلت فالها فقال هوان لمن خالف محمدا وآل محمد صلوات الله عليهم قلت الرحمن قال بجميع العالم قلت الرحيم قال بالمؤمنين خاصة كلامنا عند لفظ الجلال الله أعيد قراءة معناه بلغة العقيدة لا بلغة التفاهم بلغة العرب بلغة العقيدة بلغة الحقيقة قلت قلت السائل يسأل الإمام الصادق فيقول الله ما معناه يا ابن رسول الله أجاب الإمام الألف آلاء الله على خلقه من النعم بولايتنا واللام إلزام الله خلقه ولا يتنى قلت فلها الحرف الأخير من لفظ الجلالة فقال هوان لمن خالف محمدا وآل محمد صلوات الله عليهم اللهم والي من والا وعادي من عاد هو وانصر من نصره واخذل من خذله عرفتم الآن لماذا يخاطب الله محمدا في القرآن في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فأي توعيد من دون علي عرفتم الآن بطلان صلاتكم بحسب الفتاوى القذرة النجسة الوسخة من سفهاء النجف من مراجعكم السفهاء من أن ذكر علي يبطل الصلاة عرفتم أنتم أين ذاهبون عرفتم أو لا هذا هو ديننا هل حددتكم بشيء من عندي هل اقترحت مقترحا جئت به من بنات أفكاري هل جئتكم بحديث من كتب اليهود أو النصارى هل جئتكم بحديث من كتب حسن البنى وسيد قط كما يفعلون بكم هل جئتكم بحديث من الفخر الرازي أو من الطبري أو من الآلوسي أو من 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 كما يفعلون بكم مراجعكم الأغبياء إنهم آيات الشيطان العظمى أولئك السفلة الذين ضللوا أجدادنا وآباءنا ضللوا القرون الماضية لا أتحدث عن زمان بعينه منذ أن أسس الطوسي الحوزة المشؤومة في النجف سنة أربعمية وثمانية وأربعين وفتحت أبواب الضلال علينا منذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا تلاحظون هذه الأحاديث وحق الحسين هذه الأحاديث لا تشكل شيئا ولا واحد بالألف من أحاديث العترة الطاهرة في نفس هذه المضامين لا تشكل ولا واحد بالألف لا أستطيع أن أضع الأحاديث كلها بين أيديكم أين هو الوقت أنا أعرض بين أيديكم نماذج من حديثهم هذه المضامين موجودة في كل قرآنهم من أوله إلى آخره أتحدث عن قرآنهم المفسر بتفسيرهم لا بتفسير نواصب السقيفة ولا بتفسير نواصب النجف بتفسيرهم هذا هو تفسيرهم هذا الذي أقرأه عليكم مصاديق ونماذج من تفسيرهم السائل سأله عن معنى بسم الله الرحمن الرحيم والإمام فسرها لهذا السائل وحينما وصل إلى لفظ الجلالة فهكذا فسره من أن الألف آلاء الله على خلقه من النعم بولايتنا واللام إلزام الله خلقه ولايتنا والهاء هوان لمن خالف محمدا وآل محمد فكيف لا يكون اعتقادنا بهم وعلاقتنا بهم جزءا من عقيدة التوحيد إذا كان هذا العنوان يطلق عليهم في القرآن الله وإله ورب وإذا كان معنى الله بحسب لغة العقيدة ولغة المعرفة ولغة التحديث الغيبي هو هذا التفصيل الذي ذكره لنا إمامنا الصادق بشكل تقريبي لغة التحديث الغيبي لا يمكن أن تصاغ بلغة التفاهم هذه لها إشاراتها ولها خصائصها ولها رموزها تنقلنا بين الروايات والأحاديث التي أخبرتنا من أن معرفة الله هي معرفة المعصوم هي معرفة الإمام ومن أن معرفة الإمام هي معرفة الله ثم توجهنا إلى قرآنهم حيث القرآن يطلق هذا العنوان الله على الإمام ويطلق هذا العنوان إله على الإمام وعرضت لكم نماذج الآيات من قرآنهم وقرأت عليكم تفسيرها من أوثق كتبنا قرأت عليكم من الكافي ومن أحاديثهم في تفسير العياش هل تحتاجون بيانا أوضح من ذلك ثم نقلتكم إلى معنى الله في لغة العقيدة هل تحتاجون أدلة وهبراهين من معطيات ثقافة العترة أكثر من ذلك أنا مستمر معكم وقت الحلقة انتهى ماذا سأصنع لكم هناك رواية سأختم بها حديثي لا زلت أقرأ عليكم من معاني الأخبار لشيخنا الصدوق ولكن قبل أن أقرأ عليكم الرواية الشريفة نشنف أسماعنا بدعاء الجوشا الكبير ترجمة نانسي قنقر